اعلن عن انهاء هذه البطولة المتميزة بالنسبة لنا كفلسطينيين كانت حدثا تاريخيا وآمل أن يكون هذا الشعور يعبر عن مسألتين يعبر عن أنه احنا قمنا بالتنظيم وبالاستضافة وبالإدارة لهاي البطولة وفق الأمل اللي كان معقود علينا ممن منحونا هذا الشر والبند الثاني أنه احنا عندنا مائب رئيس الاتحاد الدولي وعندنا رئيس الاتحاد العربي وعندنا عضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لللعبة وعندنا مجموعة من الحكام والإداريين والفنيين العرب والغير العرب أنا آمل أن يكون هم كمان حملوا هذه الفكرة عن فلسطين لأنه إذا احنا فعلا حصلنا بشهادة ممن شاركونا هذا العرس الرياضي شهادة نجاح حي تؤهلنا لأن نستضيف بطولات فردية وجماعية أخرى في المستقبل وأنا بعرف أنه تبعون الجود والكرتية والسباحة والفروسية والمبارزة كلها السيئات استنفر وأنا بطالبهم أنهم يستمروا في استنفارهم يرتبوا بيتهم يبنوا أسس إلا علاقة ببناء قاعدة تقنع العالم بالإضافة إلى تعاطف العرب والمسلمين وكل العالم معنا ومع قضيتنا بس هذا لا يكفي هذا يجذب ولكن الإقناع له علاقة بالبنية التحتية وإحنا لازم نقدم حالنا قدام العالم كقادرين مؤهلين فنيا وإداريا على الاستضافة المستقبل أحنا من جانبنا ومن اليوم الأول لإعطاءنا هذا الشرف تصرفت اللجنة الأولمبية والاتحاد التايكواندو أسر الاتحاد التايكواندو في فلسطين واللي أنا بشكرهم وعلى اللي عملوه وعلى اللي قدموه لضمان أن تكون هذه البطولة يعني نموذجي لأنها سابقة حتى بتاريخنا ما حصلتش وعند كثير من دول الآسيا وأفريقيا ما قدروا يعملوها وعطيت لنا بس لأنه إحنا فلسطيني ومن هون أول شيء إحنا لازم نعرف قيمة فلسطين في قلوب الناس في كل العالم على أي حال طبعا أنا موضوع الحكم والحكم أنا بتركه لإخواننا اللي شاركونا سواء كانوا نائب رئيس الاتحاد الدولي أو رئيس الاتحاد العربي أو أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العربي إحنا كان عندنا عائق واحد وخلل واحد هذا العائق هذا الاحتلال العنصري الفاشي اللي أصر على إعاقة هاي المطول واللي منع واحد وأربعين لاعب من الخارج إنهم يدخلوا وحتى في هنا بالمناسبة واحدة منعوها واللي هي طلعت واحدة تركية زوجة أحد ضحايا سفينة مرمرة مع إنه هي كائنة بطل أوروبا بطل العالم هذه هي الوقاحة الإسرائيلية اسمها يا سيدي تشيدام توب تشولو هي بطلة العالم وأوروبا في البومي البومسي البومسي يا سيدي تبعوني الجود زالوت منعوها إجت على الأردن ومنعوها لا تفوت وهم رفضوا ويعطوا أذنات دخول للاعبين وإداريين من دولتين نيجيريا وقرقستان وهم منعو 33 لاعب من المحافظات الجانوبية إنهم يشاركوا وهي إحنا عندنا كشف أنا بدي وزع على كل الصحفيين يشوفوا قديش هذا الاحتلال عنصري وفاشي ولكن درجة الانحطاط تصل أنه نائب رئيس الاتحاد الدولي يتوقف على الجسر ثلاث ساعات ونص إلى أن تدخلت السفارة المصرية مشكورة هذا سلوك معيب وأنا بقول إحنا كفلسطينيين راح نناقش كل الاحتمالات بما في ذلك إذا كان إحنا بكرة إذا كان إحنا بكرة بدنا نروح على ريو وتأهل عندنا سبع لاعبين وفي عندنا وافد من هنا ومن غزي وأنا عيني بقول أنا برئيس الاتحاد دولة تاكواندو وأنا راح أود ملف كامل للرئيس اللجل الأولمبي إحنا حندرس إنه ما نروحش على ريو إذا كان إحنا بدنا يمنعه واحد أو ما يسمعهش لواحد أنا بأعتقد ما في داعي إنه إحنا نروح على ريو ليش نروح ولكن إحنا مش بنطخ حالنا في رجلينا إحنا بندرس كل الاحتمالات إذا اللجنة الأولمبي الدولية مش قادرة تحمينا من النازيين الجدد اللي قاعدين بحاربوا بالرياضة بهذا الأسلوب الرخيص والسخيف إحنا راح يكون لنا موقف وراح نوجه رسالة وأنا بعتقد ليش نروح أما إحنا بنروحش في ظل عدم السماح لأي وحد نائب رئيس اللجنة الأولمبية وعضو لجنة الأولمبية كان عيننا اجتماع للمكتب التنفيذي اليوم ما سمع لهم مش يطلعوا من غزي في عندنا فريق أشبال بدهم يشاركوا في إيرلندا وفي عندنا موافقة وعندهم تأشيرات دخول لإيرلندا وتأشيرات دخول في الأردن أو مرور من الأردن وهم منعوهم طيب ليشو تبعون كرة اليد في بطولة رسمية موجودة في الأردن كمان قال بقول لك خمسة بطلع وعشرة بنحقق معهم إيش تحقق مع العالم وين بتصير هذه إحنا بصراحة هذا هو العائق اللي كان أمامنا ولكن إحنا سعداء بأن نائب رئيس الاتحاد الدولي عاش هذه التجربة وحس بهاي التجربة وبعرف قديش إحنا بنعاني ولكن كمان هما كل الوفود سواء كان الوفود من الدول العربية اللي أجي من المغرب واللي أجي من ليبيا واللي أجي من مصر واللي أجي من الأردن واللي أجي من البحرين ومن العراق أعتقد أجوا كلهم أجوا وشافوا يعني أنه كمان إحنا شعب نتطلع إلى بناء رياضة وفق قوانين العالم وفق أنظمة العالم ووفق لوائح العالم ووفق المثاق الأولمبي ومن هون إحنا رح نطالب ونطلب منهم أنهم فعلا هم حيكونوا سفراءنا أنه فعلا يوفروننا حماية كي نتمكن من تطوير هاي اللعبة ونشر هاي اللعبة وأنا بقول هنا سواء كان اللعبة فردية أو جماية كل الأشكال للرياضة وفق أو بمظل أو بحماية دولية من هذا الاحتلال العنصري الفشي هذا اللي أنا يعني بحب أقول الموضوع الآخر طبعا أنا برأيي النتائج لأنه الجمهور الجمهور تعرفوا هو يعني بكرة القدم بقولوا اللاعب اطنعش بس أنا رأيي أنه فريق لحال واحد وحد عشر لاعب طبعا فلسطين حصدت ميداليات ما كان ممكن تحصدها بدون ما أنه هذه اللعبة أو البطولة تجرى على أرض فلسطين إحنا كان ترتيبنا الثاني إحنا بنحيي إخواننا الأردنيين علي أنجزوهم طبعا كان ترتيبهم الأول ولكن كمان إحنا أخذنا 58 ميدالية بعرفش قديش منها ذهبية كمان إحنا ماخذين 13 ذهبية ماخذين 15 فضية ماخذين 26 برونزية وأعتقد هذا شيء عظيم وفعلا لو لم تجري المباراة على أرض فلسطين ما كناش إحنا بنقدر انحقق هذا الموضوع طبعا إخواننا الأردنيين حصلوا على 21 ميدالية ذهبية 11 فضية و22 برونزية وإحنا كمان بنحييهم على قدومهم وإحنا برضو بنهنيهم إنهم كانت ترتيبهم الأول فلسطين كما قلت أخذت قلنا لكل أرقام إخواننا المغاربي واللي إحنا بنحييهم وإحنا طبعا عندنا رئيس الاتحاد المغربي هو يعني كمان ينقل تحياتنا وتهانينا إلى إخواننا في المغرب بالتحاد تاكواندو أخذوا أربعة ذهبية واثنين فضية وواحدة برونزية جايين أخواننا المغاربة من فوق بدهم يأخذوا الكل طبعا سيلي منيح والمبروك الروس أخذوا ثلاثة ذهبية وواحدة فضية تركيا أخذوا ثنتين ذهبيات الأمريكان أخذوا واحدة ذهبية السويد وكرواتي هذول اللي شاركوا ما أخذوش ولا إشي وإحنا فعلا سعداء وبالنسبة أن الإنجاز والفوز والميدالية هي أن البطولي جرت هنا والبطولي يعني أنا بأمل أنها تكون نجحت الأمين العام للجنة ومدينة ملاحظة أنه وصلتنا تهنئة من الاتحاد الدولي إحنا بدنا نسمع السعناي برئيس الاتحاد الدولي قلنا وهو ملتزم بقناعة باللعبة وبقوانينها ومش حيجاملنا فإحنا رح نسمع وهو رئيس اللجنة المشرفة نسمع منه ونسمع من رئيس الاتحاد العربي وإحنا بنقولهم كمان اتحاد التايك واندو تحديدا هو أماني في أعناقكم أن تساعدونا لبناء استراتيجي لهذا الاتحاد قبل نهاية العام إحنا بدنا نعمل استراتيجي لكل الاتحادات الرياضية ولكن يعني التايك واندو ميزوا حالهم شوية في هذا البطولي فبرضو إحنا بدنا تساعدونا في بناء خطة لهم للسنوات الأربع القادمة أسوة بكل الاتحادات فأهلا وسهلا فيكم شكرا لكم التنظيم والاشتراك في البطولة وإنجاحها بهذه الصورة المشرفة اللي تشرف كل عربي مثل الجانب الفلسطيني إحنا كعرب نتشرف أن فلسطين قامت بهذا الحدث الرياضي الكبير اللي هو النهاردة بتمثل آخر حدث فيه إنما هو مش ختام هو بداية بداية لنا كعرب ليس في التايك واندو فقط بل في كل الرياضات الأخرى لأن لابد أن تشارك فلسطين بإمكاناتها بشبابها بقياداتها الرياضية في كل الأحداث وتستضيف وتستضاف وهي دي الحركة الرياضية العالمية هو ده منص عليه المساق الأولمبي موضوع حرمان بعض اللاعبين ده أنا يعني لم أراه من قبل يعني أنا لا يعني غير مقتنع كيف يحدث وهذا هو يعني البند الرئيسي الوحيد بالإضافة إلى الإنجازات لهذه البطولة في تقرير الاتحاد الدولي عن بطولة فلسطين الأولى هو هذا البند ولابد أن الاتحاد الدولي هيصعدوا للجنة الأولمبية الدولية من جانبنا كما أن اللجنة الأولمبية الفلسطينية ستقوم بهذا التقرير آخر إنما إحنا كالتحاد الدولي سنصعد هذا لأن لا أتخيل أبدا أن يحرم رياضي من ممارسة بطولة والاشتراك فيها في الخارج فكيف في الداخل يعني غير منطقي إطلاقا يعني هذا موضوع شغلنا الشغل إن شاء الله أوعد سيدتك إن إحنا نقوم بهذا وزملائي العرب في الاتحاد الدولي طبعا إحنا كتلة واحدة أستاذ إدريس الأستاذ حازم النعمات من الأردن السيدة كارين لحود من لبنان اللواء صليطي من قطر إحنا مجموعة بنتحدث صوت واحد صوت العرب داخل الاتحاد الدولي فهذا شغلنا الشغل وهذا بندنا الأهم في الاجتماع القادم وقبل هذا الاجتماع تقريرنا اللي سيصدر للاتحاد الدولي اليوم بالإضافة أن إحنا أبلغنا هذا تليفونيا أثناء اتصال رئيس الاتحاد الدولي بيننا للاطمئنان على صير البطولة ومجرياتها وهو سعيد جدا وبيوجه التحية وكلفني بهذا هو وقيادات الاتحاد الدولي الأوفيشيال اللي هناك لسعادة رئيس اللجنة الأولمبية وللاتحاد الفلسطيني ولكل الحكومة على رعايتها لهذه البطولة وهذا العرص الرياضي الكبير يعني إحنا كعرب أصلا نفتخر بهذا ويعني إحنا مش عارفين نقول إيه من ترحاب والحفاوة من إخواننا الفلسطينيين من أول ما وصلنا حتى الآن وحتى مغادرتنا يعني إحنا يعز علينا أن إحنا ماشيين والله يعني إحنا الأيام مرت بسرعة لأن أيام سعيدة أيام ما لقناش فيها لكل حب حتى في العيون في الشارع يعني إحنا مش عارفين نقول لكم إيه بنشكركم كلكم بنشكر الشعب الفلسطيني شعبنا وإخواتنا وأشقاءنا في كل مكان بنشكركم على ما شملتمونا به وهذا ليس غريب عليكم هذا ليس غريب وهذه البطولة ليست الأولى فقط لا ستعاد وتعاد وتعاد وكما قررنا في مكتبنا التنفيذي للإتعاد العربي برئاسة الأستاذ ديس بالأمس الموافقة على بطولة الناشئين العربية الثالثة بفلسطين العام القادم ونعيدكم أن نحن سنسعى جيدا إلى أن تكون بطولة فلسطين الأولى جي وان لتصبح جي تو جي تو هذا تصنيف عالي جدا بالنسبة للرانكينج سيستم بتاع الاتحاد الدولي أي لاعب دولي في العالم يسعى ليذهب للاشتراك في بطولة جي تو فستفت كل الوفود إن شاء الله إلى بطولة فلسطين الثانية إن شاء الله في نسختها الثانية للاشتراك هنا ونسعد بالمجتمع الدولي أكثر من هذه البطولة الأولى اللي حققت نجاح كبير جدا يعني بهنيكم عليه بشكركم وفرحنين كلنا كل زملائي من كل دول العربية ساعدنا بيكم وأسقلنا عليكم إنما إحنا في بيتنا وفي بيوتنا وبعد إذنكم أرجو أن يتقبل أخي العزيز سيدة اللواء الرقوب من نحو الشارع الدولية للاتحاد الدولي بالمجتمع 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 على العلب على علب على يمين على يمين على يمين أقرب يلا سيدة اللواء أولاً قبل بداية الكاليبا أهنئ أهنئ دولة فلسطين أهنئ شعب فلسطين بهذا التنظيم الكبير وكذلك أهنئهم بهذا الرجل رئيس اللجنة الأولمبية الذي يقدم الكثير الذي يقدم الكثير للرياضة بصفة عامة وجميع الرياضات الموجودة بفلسطين وكذلك المكتب التنفيدي للاتحاد الفلسطيني للتاكواندو وأعضاء اللجنة المنظمة على هذا التنظيم لأن هذا التنظيم إذا رأيته في الداخل ستقول أنك في أمريكا أو في فرنسا أو في دولة أوروبية لأنه كان فيه جميع المواصفات الدولية فلهذا اللجنة والمدير الفني للبطولة عملوا تقرير من أحسن التقارير إن شاء الله وكذلك المكتب التنفيدي للاتحاد العربي الذي قرر البارح بطولة الناشئين الذي إن شاء الله ستنظم قبل بطولة العالم لكي يستفيد فيها الدول العربية وكذلك وصية أخرى جميع الدول العربية اللي ما راديش تجي إن شاء الله تشارك في الدوري الثاني هنعطيها عقوبة هذا قرير مهم لخرجة فيه التوصيل للاتحاد العربي وكذلك وأشكر الجامعة جامعة بيرزيت على المساعدة ديالها وكذلك الحكومة الفلسطينية شعبها ورئيسها وجميع المسؤولين عن الرياضة بفلسطين والشعب الفلسطيني الذي منذ دخولنا إلى فلسطين ما بقناش حسن من الفرحة كل شيء الشعب كله فرحان ما بقاش شيء تعب سمحوا لي على اللهجة ديال المغربية هذا كل شيء فرحان كل شيء عنده الدكرة وخصكم تعرفوا بأن هذي اللاعبين الأجانب اللي شاركوا فيهم تقريباً ميتين أجنبي ميتين أجنبي كله غادي يروح وغادي يهدر على فلسطين منهم الوفود المغربية تقريباً عنا سبع لاعبين وجوج المسؤولين رئيس الوفد والمدرب والحاكم عشرة هذي عشرة عنا تقريباً خمسمائة ألف ممارس ديال رياضة التاكواندو كلهم بلغوهم وكلهم عايزين يجيوا يديروا معسكرات هنا وشاركها مع الاتحاد الفلسطيني التاكواندو وكذلك الأردن العراق إلى آخره فلهذا هذي الناس اللي شاركوا رح ماشي ميتين واحد حسبها ميتين مليون ولا جوج المليون اللي ساقوا الخبار وكلهم متبعين هذي البطولة ديال فلسطين وحنا عنا الشرف وفي اسم المملكة المغربية مرة أخرى أشكر الشعب الفلسطيني أشكر لأن هذه النوصية النوصية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذلك السلطات المغربية مع دولة فلسطين لأن فلسطين هي كل شيء يحبها وجميع الدول يبغيوها فلهذا هم عندهم معاملة خاصة كذلك في البطولة من اللي تكون في البطولة خارج أرض الوطن بأن رياضة تيكواندو أهنئ السيد الرئيس عمار لأن دائما والمكتب تنفيدي ديال وصبحوا لي لا نسيت شيء اسم الأسماء لأن الأسماء دائما يمتلوا في فلسطين في أحسن تمتيل في أي بطولة في أي حاجة وهنئا لكم ببطولة العالم اللي داز في كوريا لأن العالم الفلسطيني ترفع ترفع بقوة وترفع بالرياضة وترفع وهذا اليوم هذا نجح كبير ونجح لنا جميعا وكما تقولوا الفرحة كبيرة ما نقدرش نعبره فلهذا مرة أخرى وهنئكم وإحنا موجودين وخسكم تعرفوا بأن مئتين وستين دولة موجودة في الاتحاد الدولي يالله وصلنا ربعين دولة اللي نظمت مثل هات تظاهرات مازال مئة وستين دولة ما قدراش تنظم الجوان لأن خسكم تعرفوا لأنكم محظوظين رمشي الدول كلها تشوفوا لأن اليوم ما يمكنش ما زال تكذب على أي واحد اليوم كالمواقع الإلكترونية تعمل تشوف الدول اللي نظمت يالله أربعين دولة ولا واحدة وربعين دولة تقريبا فلهذا فلسطين من بين هات دول هنئئ لكم هنئئ اللجنة المنظمة هنئئ للشعب الفلسطيني بهذا النجاح الباهر شكرا الكلام يعجز عن التعبير عن مدى حبنا وشكرنا لجميع الأعضاء شكرنا إلى رئيس اللجنة الأولمبية اللي هو جبريل إلى جميع المسؤولين في فلسطين على الحفاوة والتكريم اللي إحنا لقيناها من أول يوم وصلنا هنا فلسطين ما نقدر نقول لكم الشنو اللي إحنا حسننا فيه أول ما وصلنا هنا شعور عربي وشعور أخوي وهذه البطولة اللي صارت عرص إحنا نعتبره وحلم اللي إحنا عايشينا ونأمل إن هاي الحلم ما نقعد منه ونظل كلها حالمين فيه وإن شاء الله هذه البطولة البطولة الدولية يكون فيه لها بطولات حق جميع الألعاب وفيها استقطاب حق جميع الرياضيين في العالم من جميع الألعاب الرياضية والألعاب الأولمبية شكراً لكم جزيلاً وبارك الله فيكم جميعاً السيد قال الحسن عدو المكتب التنفيدي كما أحب أن أحيي الأخوة رئيس أعضاء المكتب التنفيدي بالاتحاد الفلسطيني السادة المنظمين للبطولة الشكر الأكبر للأخوة الحضور الذي كان لهم لأثر الأكبر من حكام وريديين وإداريين وبنين وكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة أتمنى للرياضة في فلسطين المزيد التقدم والرقي كما أتمنى للشعب الفلسطيني كل التقدم والازدهار وأتمنى للأخوة للشعب العربية الوحدة والتقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للشعب العربية للشعب العربية للشعب العربية نحن هنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة